سائل يقول ما هو المقصود من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهل بمقدور أحد من بني آدم أن يموت باختياره على الإسلام ليس هذا هو المقصود المقصود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي احرصوا على البقاء على الإسلام احرص على أن تكون مسلما احرص على أن تبقى على الإسلام احرص على أن لا تخون الإسلام لا تخدع الإسلام أن تحب الإسلام أن تعيش الإسلام أن تتمنى دائما أن تكون مع الإسلام في صف الإسلام لا تكون في صف الخائن ولا في صف المخذل ولا في صف المنافق ولا في صف الكافر ولا في صف عابد البقر وعابد الأصنام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني اتقوا الله التقوى الحقيقية التي ليس فيها نفاق وليس فيها كذب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دلت الآية على أنه سبحانه أسند أمر الوفاة على الإسلام إلى الناس وأن ذلك بمقدورهم وبإرادتهم ولكن معناها أبقوا على الإسلام استمروا على الإسلام فإذا بقيت على الإسلام وتمسكت على الإسلام إن شاء الله تموت على الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي لا تفارق الإسلام لا تفارق الإسلام أيام حياتكم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْيُسْرَى هذا المقصود وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أي استمروا على الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته